اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في العيد الاكبر عيد الاضحاء الذي هو في الطريق ان شاء الله ومن ضمن ما ميز به الله سبحانه وتعالى هذا العيد سنة الاضحية ولن تسمح الظروف بالحديث عن احكام الاضحية فهي كثيرة جدا ولكنني سأذكر بعضها فقط واعذروني فيما لم أذكره العنوان المختار هو الاضحية بين العبادة والعادة ونبدأ بالعبادة وهي الاصف هذه الاضحية هذه الذبيحة هذا النسك شعر الله سبحانه وتعالى من شعائره والصدق الله العظيم إذ يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وهي أفضل عمل على الإطلاق يقوم به المسلم في يوم عيد الاضحاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إهراق الدم ومن ضمن أحكامها أولا أنها سنة مؤكدة يأتم من تركها وهو قادر بل يشدد عليه النكير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هدده فقال فلا يقرب أن نصلانا يعني ما دام لم يشتاري أضحية فلا داعي أن يحضر صلاة العيد وهي إشارة إلى أهمية هذه السنة ومن أحكامها أنها تكون من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام كما نعرف هي الغنم ويشمل الضأنع والمعز ثم البقار ثم الإبل بهذا الترتيب الذي ذكرته والذكر أفضل من الأنثى في كل صنف وقتبت في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ومن ضمن أحكامها كذلك أنها تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته بمعنى الأصل أن كل شخص يذبح أضحيته ولكن من سماحة الإسلام أن جعلها تجزئ عن الشخص وعن أهل بيته بمعنى يمكن أن يكتفوا بدبح شات واحدة وورد في الحديث في حديث سيدنا أبي أيوب الأنصار أنه في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضحون بالشات الواحدة يذبحها الشخص عن نفسه وعن أهلي وعن أهل بيته ومن أحكامها أنها لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك تمنها لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك تمنها يعني يعفى كما لا تسن في حق من تجحف بماله يعني تضر بمصروفه أكثر من اللازم وإن كان يجوز للمسلم أن يأخذ من أجلها القرد الحسن ومن شروط هذه الأضحية أولا أن تكون خالية من العيوب وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أمهات العيوب التي تمنع الإجزاء فأجملها في حديثه الشريف عندما قال أربع لا تجز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعشفاء التي لا تنقي هذه أمهات العيوب وهي التي تمنع تمنع الإجزاء أما ما عداها من العيوب الخفيفة فلا بأس ثانيا من شروطها أن تذبح في وقتها المحدد وهو بعد أداء صلاة العيد وذبح الإمام بعد أداء صلاة العيد وذبح الإمام ويقصد هنا أقرب إمام لذلك الشخص الذي أدى صلاة صلاة العيد ولا قدر الله إذا منعت صلاة العيد بسبب الظروف التي نعيشها وصل الإنسان صلاة العيد بأهل بيته بعد أن تحل النافلة فصلاته إيذان يعني بأن يدبح وضحيته إن شاء الله ولا ينتظر الإمام الأكبر من شروطها كذلك عدم تحريم يعني تحريم من شروطها تحريم بيع أي جزء منها لا يباع منها لا اللحم ولا الصوف ولا الجلد ولا يعطى منها أجرة أجرة الجزار ويمكن أن تعطيه أجرته ثم تهدي له بعد ذلك من لحم الأضحية فلا إشكال ومن شروطها عدم الاشتراك في تمانها لا يجوز الاشتراك في تمانها إلا لعائلة واحدة تشترك في السكنة والنفقة ونقصد الاشتراك هنا في المال يعني يتفرض ويشروها ولكن الاشتراك في الأجر جائز بمعنى أن الإنسان غد يدبح الأضحية دياله وشرك معها الزوجة وشرك معها الأولاد ولا شرك معها أي قريب آخر بشرط أن يكون قريبا كما قلنا وليس أجنبيا وأن ينفق عليه وأن يكون ساكنا ساكنا معه هذه إذن باختصار شديد جدا أهم القضايا المرتبطة بالأضحية كعبادة شرعها الله سبحانه وتعالى غير أنه في كثير من الأحيان تتذخل العادة والناس في زمننا للأسف الشديد طغت عليهم الأعراف والعادات وقضت على روح العبادات وأدخل هنا بسرعة بعض المظاهر التي لا تليق ولا تنبغي ولا تجزغ في هذا المجال أولها أن الناس عادة يجيبون هذه الأضحية يعني يجعلون هذه الدبيحة واجبة واجبة فتجد الواحد منهم يتشدد فيها أكثر مما يتشدد في أمهات العبادات قد يترك الصلاة ولا يبالي ولكنه يقول لك لا ينبغي لي أن أترك الأضحية يعني سبحان الله الشرع يقول لك حسب المذهب إنها سنة مؤكدة وأنت تقول إنها واجبة هل تخضع للشرع أم تخضع لهواك ومن ضمن العادات القبيحة كذلك أن الناس في سبيل الأضحية يتكلفون ويتعبون أنفسهم أكثر مما يجوز وأكثر مما ينبغي ويبلغ الأمر ببعضهم إلى أن يبيع متاع البيت وأتاته وهو في أمس الحاجة إليه بل إنه يبلغ به التكلف أن يقتارذ من أجلها بالربا وهذا كله ما أنزل الله به من السلطان ومن عاداتها القبيحة كذلك المباهات والمفاخرة يتفنن الناس في اختيار الأكبر وإن كانوا غير قادرين كما سبق عشرنا ويتفننون في اختيار الأسمن والجزء الأدنى من هذا مطلوب شرعا لابد كما تقدم معنا أن تكون خلية من العيوب وأن تكون سمينة وأن تكون بلغت السن الشرعي وهو من الشرط كذلك السن الشرعي الذي يرتبط بها وهو معروف ومشهور عند الناس ولكن أتحدث هنا عن من يفاخر ويتجاوز ما طلبه الشرع وهو لا يراعي الشرع ولكنه يراعي فقط المظاهر وتقول لي كديرش غادي يقولوا علي الجيران إلى المعيزة ومن ضمن الأمور الأمور الفضيعة التي تروج في وسائل التواصل الاجتماعي في زماننا هذا وفي هذه الأيام بالذات هو التصدق بقيمة الأطحية دون شرائها ودون دبحها وهي من الأمور الغريبة التي تطرح عادة في هذا الوقت بالذات فتجد بعض الذين يتفلسفون ينصح الناس وهو لا يدري ما يقول يقول لهم طوفوا حول الفقراء ولا تطوفوا حول البيت الحرام هذه مصيبة يعني كبيرة جدا أن مثل هذا الشخص الذي يهرف بما لا يعرف يريد مطلوب منا أن نعظم شعائر الله وهو يريد أن يميت أن يميت شعائر الله ويأتي الآخر بدعوى المصلحة من خلال سؤال الفهم وضعف الوعي كما هو واضح فيقول لك الأفضل في هذا الزمن ألا تشتري أي تأضحيه بل خد ذلك التمن واعطيه لأي فقير فذلك أفضل لك وسبحان الله لم يقول أحد من الفقهاء ولا من العلماء بهذا هذا نسكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام به في زمنه وأوصى الناس به كما سبقا أشرت وأكد على ذلك فتاتي أنت لتهدم ذلك كله وتبين للناس من فهمك السقيم ما يجب أن يقوموا أن يقوموا به الفقراء نعم نشركه ونتصدق عليهم ونساعدهم بما تئس ولكن أن تلغي شعائر الله من أجل أن تطوفى حول الفقراء ولا يطاف إلا بالبيت الحرم ولا يطاف بأي شيء بأي شيء أخر سواء كان بيتا أو فقيرا أو أي شيء من هذا من هذا القبيل ولذلك لابد لمن يريد أن يقوم بهذه السنة المؤكدة أن يحرص على الشرع وأن يتعلم الأحكام وأن يقوم بها ويحققها ما استطاع لذلك سبيلا ويبتعد عن العادات ويبتعد عن المظاهر ويبتعد عن المباهات ويبتعد عن كل شيء يمكن أن ينال من أجر هذه العبادة وهذا مطلوب مراعاته إذا كان الإنسان يعبد الله حقا ما شاء الله الإخوة والأخوات وفقنا الله لكل خير وعلمنا شرعنا وأعاننا على اتباعه والاقتداء بسنة النبي الكريم عليه فضل الصلاة وأسك السلام صلى الله وسلم عليه وعلى أله وصحبه والتابعين ومتابعهم بإحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر